اهلا بحضراتكم مرة تانية ومشاهدين نهاية الاسبوع والحقيقة فقرة زي ما قلنا في البداية هنتكلم فيها عن جرائم التواصل الاجتماعي وجرائم المعلومات بشكل عام يمكن زي ما حضراتكم تابعتم الفترة اللي فاتت ان رئيس عبد الفتاح السيسي اصدر منذ عدة اسابيع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وده بعد ان اقروا مجلس النواب الحقيقة رغم انتظرنا طويلا ومعانتنا مع جرائم المعلومات فترة طويلة وانتظرنا للقانون ده بفارغ الصبر خصوصا ان الجرائم ده انتشرت في الفترة الاخيرة بشكل كبير جدا وبشكل فيه تبجح كبير جدا رغم كل ده ان لسه فيه ناس بتقول كلام زي من نوعات ان ده حد من الحريات او ان ده بيقتحم الخصوصيات وكلام زي كده فيه الفرق كبير جدا من ما بين ان احنا يعني يبقى عندنا حرية وما بين اساقة الادب اللي احنا مضطرين نقبالها علشان ما فيش قانون يحمينه من اساقة الادب دي او من اقتحام اي موقع سواء موقع شخصي او موقع شركة او موقع مؤسسة فيه فرق كبير جدا ما بين الحرية وما بين محاولات هدم الدولة جرائم المعلومات مش موجودة في مصر بس او مش مقتصرة على ان فيه حد عمل اكاونت مش حقيقي او حد عمل هاك على اكاونت حد تاني لا الموضوع او تهديد او كلام ده كله لا مش ده الموضوع فقط الموضوع بيبقى بيوصل لأكبر من كده والجرائم دي مش موجودة في مصر بس وخارج مصر بيتم التعامل معها بمنتهى الحسم والقوة فما نجيش على ان احنا نبقى طول الوقت بندور على قانون ان احنا يعني نحمي بينا في سنة من مثل هذه الجرائم اللي بتبقى الطرف التاني فيها مبهم ومش قادرين نوصله وما بين ان احنا يكون عندنا مساحة شخصية او حرية كل التفاصيل دي هنتعرف عليها مع ضيوفنا اللي منورنا في الستوديو الاستاذ محمود عطية محامي بالنقد ورئيس اتلاف مصر فوق الجميع اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك برحب ايضا بمهندس وليد حجاج الخبير والبحث في امن المعلومات اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك طيب استاذ محمود خلينا ابدأ بحضرتك هذا النوع من الجرائم جديد على المجتمع المصري بقاله يعني عدة سنوات وللأسف احنا كنا منتظرين هذا القانون بفارغ الصبر اهل هناك صعوبة في تطبيق هذا القانون في ظل ما يحدث الان في مصر اه لا طبعا ما فيش صعوبة ولا حاجة اه ولكن هي المسألة كلها انه بقالنا حوالي 6-7 سنين التركيبة الاخلاقية اتغيرت ما كناش قبل كده بنسمع عن هذه الجرائم وهذه السفالات والانحطاطات اللي تبقى موجودة على وسائل التواصل اه نهيكي عن الخيانة نهيكي عن الاشعاعات نهيكي عن اتهامات البعض بما ليس فيه فالمسألة القانون لما اتعامل هو اظن حوالي 32 مادة او حاجة زي كده اه 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 حصر الحاجات دي بعيدا عن الفنيات المونس وليدة اتكلم فيها حصر الجرائم وعمل اوقوبات على اساس نحد من هذا الكلام وخاصة ان هناك اشياء تضر بالامن القومي للدولة ايه فلما نترك هذا الموضوع لهذه الفئة التي تتلاعب بمستقبل مصر وبمستقبل الدولة واحنا بنبني يعني الفخامة الرئيس سيسي شغال الراجل في بناء اعادة بناء الدولة فاحنا كلنا معاه فنلاقي بقى فيه حاجات موجودة بتهدم ما نبنيه او ما يبنى في الاربع خمس سنوات الماضية من اشعات واكاذيب ووالى اخره وبعدين نخش بقى في الاشياء الاخلاقية لبعض المتعاملين مع هذا الكلام فده مسألة غير مقبولة بالمرة لا حد يقبل حضرتك تقبل ليها ولا نقبلها ولا المهندس واليدي يقبلها ولا اي اسرة تقبلها فالموضوع القانون بيحد من هذا الكلام وعمل عقوبات معينة بتتراوح ما بين ثلاث شهور وسنتين والغرامات ما بين مثلا عشر تلاف جنيه بقين بتوصل في بعض البنود او بند او بندين لمليون جنيه ولا تزيد عن خمسة مليون جنيه فانا شاف ان ربنا يسهلوا ويتطبق الحاجة دي طيب لا احنا انا عندي لسياتك كذا تساؤل حول الشاق القانوني بس خلينا اروح لمهندس وليد بش مهندس يعني فيه دلوقتي الجرائم بقت انواع كتير جدا التشهير السهولة في ارتكاب الجريمة بخليها توسعت بشكل كبير يعني تركيب الصور بقى سهل تركيب الصوت على صورة بقى سهل مش عارف عمل فيديو اصلا بباك جراوند ومختلفة بقى سهل تقليد الصوت لان فيه أبليكيشنز على الموبايل بتاخد بصمة الصوت وبتعمل مش عارفة فقدر عمل مكلمة كاملة لحد وهو اصلا مش موجود يعني ما يعرفش ما يسمعش عنها حاجة انواع الجرائم بقت سهلة ان هي ترتكب وبقى المواطن مش عارف يحمي نفسه منها ازاي منتهى التطفل منتهى التبجح تطفل غير عادي يعني المفروض المواطن ياملي يعني بلاس ان هو ما اقدرش طبعا اكيد هيستغنى عن الانترنت هياملي بصي هو في البداية بس انا حابب اوضح للناس ايه هي الجريمة الالكترونية عشان الناس ما يلتبس عليها الموضوع الجريمة الالكترونية هي نوع من انواع الجرائم المعتادة العادية ولكن بتعتمد في الجريمة على اداة تكنولوجية او وسيلة تكنولوجية تمام في حين ان كل الجرائم العادية الجنائية الطبيعية لازم هتلاقي فيها طرف تكنولوجي يعني ما فيش جريمة فاش موبايل ما فيش جريمة فاش لابتوب ما فيش جريمة فاش مكالمة تليفون يعني لازم هيبقى فيها شق بس ما بيبقاش الاعتماد الرئيسي على الجزء التكنولوجي فيها اما الجرائم التكنولوجية او الجرائم الخاصة بالانترنت بيبقى الانترنت والتكنولوجيا عامل رئيسي في ان الجريمة دي تتم الجرائم كتير جدا ما بين انتحال شخصية ما بين ابتزاز ما بين هدم مؤسسات الدولة ما بين اختراق مواقع زي ما سمعنا كلنا وكلة أنباء الشرق الأوسط وما حدث بها ممكن يتم اختراق شركة لمجرد الضرر بسمعتها لصالح شركة أخرى ظهر فئة من الناس اللي هم المنتفعين اللي هم ممكن حريقة أجاري منهم مجموعة تقول لهم والله أنا الشركة دي بتنفسني وبتقدم نفس المنتج والخدمات اللي أنا بقدمها فأنا عايزة أوقع الخدمة عند الشركة دي في وقت زروة عندها عشان أخسرها فبقت الجرائم كتيرة ومش وقف على قصة أن أنا حد عمل لحد حساب بنتحل صفته ولكن مش هنغفل ممكن أدر باقتصاد شركة ولا اقتصاد مؤسسة عن طريقنا لكن مش هنغفل أن في جزء كبير جدا من الطلاقات ويكاد يكون 60% إن ما كانش أكتر من المحاضر بيتم عملها وتحريرها في مباحث الانترنت لها علاقة ما بين سب وقصف ما بين تشهير ما بين استغلال لأسامي ناس ما بين النصب والاحتيال وينتحل صفة كل دي حاجات بتحصل وبقت بكثرة السبب الرئيسي من وجهة نظر الشخصية في الكلام ده هم أكتر من حاجة نمرة واحد البطالة نمرة اتنين المكسب السهل السريع نمرة تلاتة الشخص اللي بيقوم بالجريمة متخل إنه قاعد وراء كمبيوتر بدل ما كان زمان بينزل يسرق شقة نشال في أوتوبيس أو في مواصلة عامة ممكن حد يشوفه لو هو وراء كمبيوتر ما أنا بقولك هو بقت سهلة بقت سهلة هي ميش سهلة ولكن هي بتعتمد بنسبة 95% على جهل المستخدم عشان نبقى متفقين على دي وليست شطارة من الشخص اللي بيعمل كده يحمي نفسه ما بيعرفش يحمي نفسه ما بيتتبعش المعايير الأمنية في التعامل الجيد مع التكنولوجيا حضرتك النهاردة الناس بتستعمل الموبايل أو بتستعمل أي نوع منواع التكنولوجيا بما فيها الانترنت بفكرة يعني فرد صدر أنا بجرب يا تمام يا مش تمام واحد قال لي اعمل كده بيجرب إيه الأبليكيشن آه بنزل أبليكيشن بجرب أنا فتحت الوب سايت ده عشان سمعت كذا عايزة أشوف هو الوب سايت ده إيه فعملت أكاونت عليه حد قال لي نزل اللعبة دي أو بعتها لي من خلال بلوتوز فأنا كنت بجربها الألعاب هجيلك فيها بس بعدها عشان مختلطش أنا بتكلم في فكرة إن حد بيقول لها حريك حاجة فحريك بتاخدي المعلومة منه على أنها مصدر صحة وتتعامل عليها لكن الناس ما عندهش الحد الأدنى للتعامل مع الانترنت ولا ثقافة الأمن المعلوماتي ما فكرة ثقافة الأمن المعلوماتي دي معناها إيه التعامل السليم مع التكنولوجيا ومع الانترنت بالطريقة اللي ما تضركيش لحضرتك ولا للناس اللي حواليكي بأي مشكلة أو أي ضرر من أي نوع مين اللي يعيك الكلام ده محدش طبعا عنده أو ما فيش ناس كتير يمكن عندها هذا النوع من الوعي وبقى كمان تقولوا اللي اختراق زادت بتعتمد زي مولت لحضرتك 95% على جهل المستخدم في استخدام التكنولوجيا خدعة بسيطة بتحك على حضرتك بيها أستغلك من خلالها لو حرك عارفة إن دي خدعة مش هتوقع فيها طيب إحنا هنقولكوا طبعا تعملوا إيه بالزبط عشان الناس طبعا اللي بتستعمل الموبايل خصوصا الناس اللي ما بتبقاش عندها خبرة قوي كمان في استخدام التليفون دول أكتر ناس يعني بيتعرضوا للمشاكل دي طيب أستاذ محمود دلوقتي القانون زي ما سيعتك قلت في حبس وفي غرامة بتبقى وفقا لإيه فاند يعني وفقا لنوع الجريمة ولا وفقا لأن الجريمة خاصة بشخصة أو مؤسسة أو شركة ما هي هي متقسمة زي محرجة تقولي كترة إيه بقى إذا كانت خاصة بأشخاص إذا كانت خاصة بشركات إذا كانت يعني اللي هي الأسماء الاعتبارية يعني إذا كانت خاصة بحاجة في الأمن القومي زي الرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة كده يعني آه بساعات يعملوا صفحات كده آه وهمية آه في مادة للكروت الاقتمان بتاعت البنوك آه آه تمام في الحاجات لو حضرك اللي هي بتتسرق من القنوات بره أو حاجة زي كده وحد بيسرقها وبعدين يفرحها يبيع يعني آه مش عارف دي اسمها ايه ده أبو شمانس اللي هو حق استغلال مادة مسموعة أو مقرورة آه يعني زي فكرة القنوات اللي بتبس نوع معين وأنا أخدها وأرجع أن تفع من وراها بأي مكساب مادي آه واعمل وصلات للناس آه آه الوصلات آه الوصلات آه ساعات ناس تبقى مثلا زي ما ساعات كنا بنشوف كده من فترة قنوات كده مش معروفة خالص آه آه وملهاش علاقة حتى ما بتطلعش من مدينة الانتاج الألامي فالقنوات دي بص لقياها بتعرج مسلسل حصري على قناة معروفة آه مثلا في موس لا 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 ده موضوع تاني ده موضوع تاني ده موضوع تاني ده موضوع تاني آه الوصلات بواحد بيبقى عنده حاجة آه قناة ولا حاجة وهو بيعمل بقى شركة مع نفسه ويأجر زي وصلات الدي اسل يعني هنقول حاجة مشابهة لوصلات الدي اسل آه هو الانتفاع بغير حق آه 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 ما نقول له حركة اثنين حوالي اثنين وثلاثين مادة آه متقسمة زي ما تفضل البشموندس وزي ما بقول له حضرتك ففيك حاجات كتير جدا آه فيه حتى اللي بره يعني اذا كان هناك في دولة ووحد عمل حاجة وإحنا فيه بيننا وبينهم آه تبادل يعني القانون لامم لامم المسألة ليه التنظيم هو حدش مو ايه قانون تنظيم الاتصالات يعني مش مش مكافحة الاتصالات أنا دلوقتي لو اتكلمت على اول اول مرحلة أو اول نطاق او النطاق اللي احنا دايما بنتكلم عنه اللي هو التهديد وسبق قصف وتشهير وبتحصل ما بين ساعات افراد العيلة الواحدة ما بين اصدقاء ما بين تشهير يعني اكيد حاجة بدي اسمع عنه دلوقتي المواطن اللي بيجي اقول له اتجه للمكان الفلاني عشان تعمل محضر عشان كزا يقول لك طب وانا هستفيد ايه طب انا عايزة اعرف المواطن اللي ما بيبقاش عارف القانون هيفيده بايه يعني هو ايه حق يقول له وانا اقدر فعلا ان انا اخد الجهاز او اخد تليفوني او اخد اللابتوب اللي عليه ده اروح بي فين واعمل ايه وانا حقي فين بالضبط وايه يعني ايه اللي ليه واللي علي الناس ما بتبقاش عارفة يعني اصلا قبل حتى القانون ده فيه ادارة في الداخلية بيتوجه لها اي حد بالصفحة او بيصور او بيعمل الحاجة وبيروح لهم هم بيتحروا عن هذا الموضوع ممكن بيعرفوا يجيبوا اله بيعرفوا يجيبوا اه بس المواطن ما بيبقاش عارف غير لا يعني متشدس كتير وتبقى عارفة على فكرة كتير المواطن دايما ما المشكلة عند المواطن اه يعني حتى لما ييجي حضرتك اي مواطن بلاش الجرائم الانترنت بيشتكي اه حد مسلا في الداخلية مسلا كويس اه ما بيبقاش عارف حقه ولا واجبه هو نقول له طب روح اشتكي يعني فيه ادارة مسلا في الوزارة الداخلية اللي هي التفتيش تفتيش والرقابة دي درج ديدة جدا وهيلة جدا ومفيش حق بيضيء هناك يعني اي حد لو حد شكوى كيدية بيتحقق فيها فلما تقول للمواطن حضرتك طب قبل ما نرفع اضيق او قبل ما مش عارف ما نعمل ايه طب الاول روح اشتكي يخاف يخاف بصبت هو بيبقى خايف هي دي مشكلة وخصوصا بقى في الحاجات اللي فيها تشهير وفيها الكلام ده يبقى خايف فده بقى مشكلة المواطن هي التوعية يعني يبقى فيه زي مثل برنامج تحرك النهارة التوعية للمواطن لو شفت حاجة بتروح تبلغ ومفيش اي مشاكل وحقك بييجي وفيه سرية كاملة يعني ما هم مش اشاعة الموضوع يعني لا فيه سرية ما انا بقول لحضرتك هم بقاش عارف ما احنا بنعمل ده طب طب انا نعرفه ازاي انت حراك بتعملي برنامج اهو احنا بنعرفه يا ايه لعرفه ازاي لازم اعرفه واجبنا ان احنا نعرف فالمواطن الاعلام عليه دور انه هو يشرح كمان للناس لما نبقى موجودين في وقت اطول نشرح لهم مادة مادة من الاثنين وثلاثين مادة او ثلاثة وثلاثين على ما اتذكر تمام والناس لا تفاهم لهذا الموضوع ده في مصلحتنا كلنا وخاصة يعني برضو لما شخصي تأذي غير لما دولة تتأذي احنا في علينا مشاكل والمؤامرة على مصر شغالة لحد دلوقتي وجرائم الانترنت من برة علينا خطيرة جدا وفي جماعات معينة شطرة اوي في الحد دي ده عاملين فرق عاملين فرق عشان يبسوا الاشعاعات ويبسوا مش عارف ايه ويعملوا ايه والكلام لا ما ينفعش ده ده كمان في ميزة تانية ان القانون اصلا ما بيقتصرش على المواطن المصري داخل حدود الدولة المصرية هو بيتعامل مع المواطن المصري اينما كان يعني حدرك له مواطن مصري في دولة اخرى وحصل عندك مشكلة فبرضو القانون بيتعامل مع الاشخاص المصريين اللي برا مصر ده نوالة حاجات جاية طب هو دلوقتي مش مهندس وليد يعني هو دلوقتي المواطن يحمي مثلا الموبايل كده لو قلنا حاجات اولية يعمل ايه هو انا اهم من ده انا يهمني اوصل الناس رسائل تانية ان القانون ده مش تكميم افواه يعني هو ده ما بيقولش الحد ما تكتبش وليس له علاقة بالشائعات بمعنى ان الشائعات كده كده شائعة في قوانين جنائية بتعاقب على الشائعات يعني ايه ملوش علاقة بالشائعات يعني حضرتك النهاردة يعني قانون ده ما يعاقبش على اصدار تصدير شائعة تصدير شائعة على الانترنت والحاجات اللي بتحصل زي المدارس والحداث اللي حصل الفترة اللي فاتت دي ملهاش علاقة بقانون مكافحة جرام تقنية المعلومات لان كده كده الشائعة لها قوانين اخرى بالفعل موجودة القانون بيتعامل مع الجرائم التكنولوجية او بمعنى اصحه وبيسد فراغ تشريعي كان مطلوب زمان حضرك لما كنت بتروحي محكمة او تروحي في اي حتة وتجيبي له ايميل ما كانش بيعترف بيه صورة فيديو الكلام ده كله ما كانش بيعترف بيه بعد القانون ده بقت الحاجات دي كلها يعتد بيه بخلاف انها مش بتفيد بس في قانون مكافحة جرام تقنية المعلومات لكن كمان بتفيد في الجرائم العادية يعني كان فيه جرائم ممكن بتتم عادية جنائية كان ما اعترفش فيها بايميل ولا باسم اس جات رسالة ولا بواتساب ولا الكلام ده بعد قانون مكافحة الجريمة الالكترنية واستحداث حاجة او يعني هيبقى فيه بعد كده حاجة اسمها معامل ادلة جنائية رقمية او ديجتال فورينسكس لات دي بتقدر تقول ان المستند او الحاجة اللي حركة مقدمها دي صح ولا مش صح وهيبقى فيه ده كل ده هيتم من خلال اللايحة التنفيذية بتاعت القانون اللي هي خلال ثلاث شهور من اصدار القانون اللي هو من يوم 18 تمانية هيتقال فيها مين الخبرى ومين اللي يمكن الاستعانى بيهم في المحكمة عشان يقول الدليل بتاع حضرك ده دليل سليم ولا تم التلعب فيه وفيه حالات كتيرة حصلت دون زكر الاسامي والواقع من اربع خمس شهور ومن سنتين وتلاتة فيه ناس عاملة جرائم كبيرة جدا ضد الدولة خرجت براءة بسبب ان الدليل الرقمي بتاعها تم يعني نقله من مكان الدليل لمكان اخر بطريقة غير سليمة فخلى التاريخ بتاع الفولدر اللي موجود بقى بعد تاريخ الابض على الشخص يعني شخص عمل جريمة وكاتل جريمة دي مثلا يوم 18 2018 فلما جوم الناس خدوا الدليل اللي هو اللي على الكمبيوتر ده عملوا له كوبي اتنقل بتاريخ 28 2018 المحامي طلعه براءة قال تاريخ الفولدر بعد التاريخ اللي تم الابض عليه طب انا ملابع بعد القانون ده هقدر اتراك الموضوع بشكل وهقدر اخلي فيه عندنا خبرة هي اللي بتقدر تطلع الدليل لان هي كمان اللي مهمة في القضايا من نوعية جراء بالضبط وازاي يتعامل مع الادلة الجنية الرقمية بشكل سليم وما يفسدهاش تمام بي حاجة مهمة هو انا هنا الاستاذ محمود كان بيقول نقطة مهمة جدا وهي الاخلاقيات اللي اتغيرت وبقت للأسوأ نتيجة لاستخدام السيء او للجهل اللي حضرتك اشارت ليه مش مهندس ده خلى الناس حتى على المستوى المجتمعي لو تاخدوا بالكو الناس بقت خايفة تتكلم مع بعض يعني خايفين يبعتوا البعض قسم اساس يقولك حسن ياخد لي سكرينشوت خايفين يهزروا مع بعض بالتليفون يقولك حسن فيه اجهزة موبايل نوع كده معين بيسجلوا المكالمات فالناس بتقعد تحط يعني خلى فيه ومش محتاج على فكرة يعني خلى الناس بتعمل الكلام ده من العدم بتستحديسه من العدم يعني ايه من العدم يعني حارك انا اكثر المكالمات اللي بتجيلي الفترة اللي فاتت من ناس معروفة الناس دي اتفابريك لها محادثات واتساب هي ما عملتهاش اصلا اه دي سهلة ولم يستخدم تليفونها اصلا ولكن فيه مواقع على الانترنت من خلالها حريكا دريد تعملي محادثة متفابريكة باسمك وبصورتك باي كلام وباي محتوى سواء بقى اي مسج سواء مسج عليية سواء واتساب السوت فيه برامج بتعمل الكلام ده الفيديو فيه برامج موجودة وفيديوهات موجودة على الانترنت بتشرح ازاي البرامج دي بتشتغل تاخد وش راجل تركبه على جسم واحدة ست او العكس بالعكس او تاخد الليبسنج يعني في فيديو شهير لرئيس دولة امريكا كان معمول بشكل يثبت قدرة البرامج دي واللي تقدر تعمله انه بيقول كلام الليبسنج حتى بتاع شفايفه مش ماشي مزبوط مع شفايفه ولكن الكلام اللي بيقوله غير منطقي بالمرة فكل ده ممكن يتم التلاعب فيه في الاخر هي رسالة يا جماعة محدش يصغف حاجة على الانترنت كل حاجة ممكن يتم التلاعب فيها وبالتالي دور الأدلة الجنائية الرقامة اللي قدت الحركة عليها دي هي اللي تثبت الكلام ده حقيقي ولا تم استحداثه بشكل مش سليم طيب عندنا الاستاذ مامدوح بيقول مفروض من يتابع يكون متمرس ومتدارب يكون دارس من الأفضل يكون من خارج الحسيبات والمعلومات ما تبقاش على موظف عادي يعني على الفكرة مش موانس وليت كان لسه بيقول الحكاية دي بس هي فكرة ان يكون في عقوبة دي للسه جديدة يعني في ناس كتير على فكرة بعد لا لا عشان يبقى عارف الاخ المتصل ان كمان في ناس متخصصين ويبقى عندهم لبطاق قضائية وهذا من ضمن برضو اللي حتى تنشي زي الناس هتعرف ازاي ان ده مثلا ان هو تعارق يعني حد مثلا زي في الحالة البشوانس بيقولها دي انا دلوقتي ممكن يتم مثلا عمل ببصمة صوتي ولا حتى بصورة لي على الواتساب يقولك هي قالت كزا وانا رديت كزا وهي قالت كزا انا هارف من ايه ما هو انا هارف من انا مش هارف لا ما هو فيه فيه زي ما هكشف ازاي بيقول لحرارك المعامل ادلة الجنبائية بقى في حاجات يعني مخصوصة لهذا الكلام ناس متخصصة وخبراء فالمسألة هتبقى معروفة بس هي ان احنا نتبع نتبع القانون ده وتعود تنشوره وهي مش متأكدة من صحته طب فيه بند في القانون او فيه مادة في القانون بتقول ان مثلا زي ما حصل احنا مبرح كنا بنتكلم على الفيديو بتاع الولد الصغير اللي كان بيعيط اللي كان عايز ينام في المدرسة وده نس كتير جدا شيرته على انه حاجة كوميدية وانا مبرح يمكن قلت كنت مدايقة جدا وقلت ان الموضوع ما بيلاحكش خلص وان الغلط كمان على اللي بيعمل شير والغلط على اللي صور اللي وزارة التربية والتعليم مشكورة وقفتهم عن العمل انا دلوقتي حاجة زي دي فيه مادة في القانون تمنع ده ان انا مثلا لما لاقي خبر موسيق لا التصوير ولا الشير الشير ده مشاركة في الجريمة وده بترجع للشخص اللي بيحكم في القضايا يعني بنود القانون بتحسب الشخص اللي عمل طب التصوير لا لا هقول لحرك حاجة انا من مدة كبيرة كنت طالبت ان يتعمل مادة او حاجة زي كده للتصوير بتاع التليفون الموبايل ليه؟ لان احيانا كان يتعرض على وسائل الاتصال مثلا اتنين بيتخنقوا مع بعض كويس؟ واحد ضرب واحد فالتاني بيرد عليه اللي تصور اللي ضرب اللي رد على التاني كويس؟ مين اللي هنا المدان؟ مثلا يعني التاني طب ما احنا مشوفناش الاولاني احنا مشوفناش الاولاني كبقت المسألة لا وفيه اقتحام خصوصية اقول لحداك مثلا مثلا قاعدين في مكان مثلا وفيه حد بياكل يعني بيعمل حاجة عادية بشتري حاجة وابوسة لايه حد مثلا بيسوى انا اقدر اتحكم في ده ازاي يعني انا مش عارفة اقدر اتعامل معه ازاي يعني انا عادة باكل مثلا وفيه احنا رفع الموبايل وبيتصورني ده بقى مش دي جرائم يا فندم مش دك تحام خصوصية وبرا الناس بتتحاسب عليها لا لا على فكرة مش مش بالصورة دي ما هنا بقى يقولك بقى ايه الحريات ومش عارف ايه لا حريات ايه يعني اقول لحدك حاجة مثلا بعض الاحتفالات وبعض الكلام ده اللي طلع فيه السيدات شبه عراية كويس لسه الاسبوع ده طيب ده ده لما يتصور ويتعرض ولا حد يقول لنت بترد ليه ولا حد تقول ما 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 انت انت اللي عاملة كده مش دي نقطة لا هي نقطة ان كل واحد بيكتب حاجة من وجهة نظره وبرضو هاش دخلها في اقتحام الخصوصية لا من وجهة نظره اذا كانت اذا كانت لا لا تخرج عن وجهة النظر العاقلة تمام زي اقول لحدك حاجة ما وجهة النظر العاقلة دي بتختلف من مجتمع على اخر بتختلف من مجموعة على اخرى احنا عندنا الفطرة كويس الفطرة هي يعني التفكير العقل السليم الخارج بقى عن الكلام ده ما فيه سوق نية وفيه حسن نية يعني فيه حد يعمل ممكن حاجة زي كده بحسن نية وفيه تعمل بسوق نية ان انا اصور وابيع واعمل الكلام ده كله فدي محطوطة في احد البنود بس مش فاكر انا مادة في مادة على الحماية وعلى الانتهاك الخصوصية والكلام ده في مادة بالفعل موجودة في القانون المادة دي بتعاقب الشخص وحالك ممكن تديني الشخص اللي استغل الفيديو او استغل حاجة خاصة باسمك وقعد نشرها بناء على هو عمل ايه هل استغلها مكسب مادي هل هو قعد بسها بشكل ما فكل ده موجود من ضمن بنود القانون الناس عاد مشكلتهم ان هم بيكتشفوش ان في مثلا فيك اكاونت بيساعد بتبقى حتى لشخصيات العامة يعني بيبقى مثلا الجانب القانون لا يعفو من العقوق لا لا في نقطة ساعدتك كمان الموضوع عادة ومرحلة الفيك اكاونت حالك ممكن يكون الاكاونت بتاعك نفسه الحقيقي وتم سرقته طب انا هقول لها حالك على حاجة على ارض الواقع لا يقل دلوقتي لو في متسع من الوقت ان انا اذكر لحضرك عشر فنانين من الصف الاول صفحات الفيرفايد والاكاونت الفيرفايد بتاعتهم على السوشال ميديا مش بتاعتهم ومش تحت سيطرتهم واللي بيستغلوها ناس بيقيدوهم ان هم يبيعوها لهم من خمس تلاف لست تلاف دولار عشان رجعوها لهم وبالتالي يا خبر اه وبالتالي حضرتك اللي بيحصل على السوشال ميديا ممكن يكون ده حسابك اصلا وتم سرقته او ده حساب هو انا ما عرف انه تم سرقته ايوه ما حالك تحس ان حساب تسرق بس مش عارفة ترجعيه ارجعه زي مش عارفة ترجعليه انه بقى كمان بقى واخد العلامة الزرق موسق لدى الجهة سواء فيسبوك او انستجرام وبالتالي حضرتك مش عارفة تثبتي للجهة دي ان حساب بتاعك تسرق وبقى موسقه مع شخص اخر طبعا ما ليه بقى في الحالة دي مباحث الانترنت دي بطاقة وليد حجاج والبطاقة مضروبة هو هيعرف ان انا وليد حجاج ولا لأ في الاخر الموضوع ما بيبقاش يعني فيه محتاج حبة شغل الفترة اللي جاية وقانون مكافحة جرام تقنية المعلومات ده نواة ده مش كل حاجة وكان قابليه على طول قانون حماية البيانات الشخصية وفيه قانون تاني هيتعامل التجارة الإلكترونية فالله انا عايز اقوله لحضرتك ان الفترة الجاية نظرا للتحول الرقم اللي بتشهده الدولة المصرية والدفع بقصة تحول الرقم دي ده هيأثر على الاستثمار على فكرة الناس مش قادرة تربط ما بين القوانين اللي بتتم وما بين الاستفادة اللي بتتم على الأرض الواقع فيه شركة حضرتك النهاردة على مستوى الكون مش على مستوى مصر بتشتغل في أي مجال ما بتحتاجش تكنولوجيا وانترنت ومعلومات بيتم تبادلها لا طبعا العالم كله بتكلم بالمعلومات طيب انا كمستثمر أجنبي أجل استثمر في الدولة المصرية وابقى حطت في اعتباري أنه لو وقعت في مشكلة أو حصل عندي اختراق أو حصل عندي تسريب معلومات ما فيش قانون يحميني ما فيش قانون أصلا يحميني ما فيش قانون يحمي بيانات المواطنين بتوع دولتي هما في الدولة دي فده هيأثر على فرص العمل ويأثر على الاستثمار وده كان من ضمن العوامل الرئيسية أن احنا عجلنا بالقانون بتاع مكافحة جرام تقنية المعلومات كان قابليه على طول قانون حماية البنات الشخصية بناء على مصادر من الاتحاد الأوروبي في قانون صادر في الاتحاد الأوروبي في مايو 2018 بحماية البنات الشخصية للمواطنين الأوروبيين على مستوى العالم تمام أستاذ محمود الحضر لك قلت أن القانون مش صعب أنه هو يطبق بعد اللي أنا سأعاد حسن وصعب مش عارفة يعني أنا حسن أنه صعب ضبط هؤلاء المجرمين اللي بيعملوا الحاجات دي التنفيذ هيبقى ازاي يعني مايش حضر لك تشرح لي وإزاي هفر يعني حرد على الناس اللي بتقول إن ده تكميم للأفواه أو كابتل الحريات أو كلام ده بص حضرتك يا أستاذة اللي بيقول تكميم للأفواه دي ناس معروفة والإخوة النشطاء واللي ملوش أي داعي وملوش أي لازمة واللي بيلعب ضد الدولة أي حاجة بتتعمل في الدولة لمصلحة الدولة مش عاجبها فإحنا يعني لأنا التفت لهؤلاء والدولة ماشية يعني المادة بتاعت حماية البيانات دي لما الناس مثلا تقولك زعلانة أي حماية البيانات طب أنا كل يوم مثلا أو حضرتك تليفونات بالليل الشركات مش عارف النمل ومش عارف إيه والحشرات طب جاب نمريتي منين وغضبها الحركة فزي مايقول باشمواند تعملهم لك عندهم تسعين رقم يعني لا يكله ولا يمله فدي دي الحاجات اللي بتخدم المواطنين ده حاجة لخدمة مواطنين وخدمة الشركات وخدمة الأمن القومي كل حاجة فيها كويسة ولسه فيه كمان ممكن بعد كده يحصل تعديلات كل ما يعني الحاجات الألكترونية ولو أنا غلطان اللي باشمواند تسلح لي دايما كل يوم فيه جديد ده صح بيتم تحديث القوانين وإضافة حاجات بما هو يتماشى مع المتغيرات والاستحدثات في التكنولوجيا كل يوم حتى الموبايل كل يوم كل مدة كده كم يوم اللي بيتعمل أبلوات باين أو حاجة زي كده يعني القانون ما وقفش على ده لأن حتى الدول اللي سبقتنا الدول العربي اللي سبقتنا في قانون المكافحة جراء امتغنية المعلومات كل فترة بيتم استحداث يعني الفترة اللي جاية فيه روبوت ستظهر بشكل كبير هنبتدن حط قوانين للروبوت الارتيفشل انتليجينت والزكاء الاصطناعي يعني كل شوية بيتضاف حاجات على القانون بس ده نواة زي ما قلت الحريقة أنا بصر على المسمى ده إن ده نواة نواة في حاجات كتيرة لست في بقى أكتر من كده مش نواة كقانون لا ده كمان نواة لتعاون بروتوكولات دولية ما بين الشركات المقدمة للخدمات والمنصات مع الدولة المصرية نواة لتعاون دولي في مجال مكافحة الجرائم على الانترنت والإرهاب الدولي اللي بقى مش بيهدد مصر بس على فكرة بيهدد الانترنت كلها وعلى الانترنت بيهدد دول كلها يعني هقول لي سعدتك على حاجة من ضمن الأحداث اللي أنا كنت بجربها الفترة اللي كانت في صفحات إرهاب صريح ضد الدولة المصرية وناس بتطلع بتتكلم وبتقول أبشع الألفاظ وشتائم صريحة لناس وقيادات وبتحرض على حاجات معاينة تتعمل لما دخلت عملت ريبورت على الصفحات وأنا بقول صفحة مش حساب على الصفحة اللي بتعملها عملت ريبورت على الصفحات دي كلها الرد اللي جالي كان غير منطقي وما يتناسبش مع لما بعمل نفس الإجراءات دي مع صفحات لناس تانية عادية بتتقفل الصفحة الرد اللي جالي قال اللي احنا شايفينه إن الحاجات دي ما هياش مضرة وما هياش مؤزية والكلام ده عادي ولو بيزعجك قوي كده اعمل بلوك للبيج لكن في ناس تانية لما بعمل لها نفس الإجراء اللي أنا عملته ده وبيكون فيها شتايم وحاجات خارجة لأن الشتايم دي برضو مش مسموح بيها على الفيسبوك فإزاي هم سامحوا بالفيديوهات دي وبالصفحات دي في حين لو حضرتك عندك صفحة تانية وعملت على نفس الإجراء ما هياش سياسية بيتم غلق الصفحة أو على قل حسف الفيديو فتحس إن الموضوع كده داخل في اتجاه سياسي بشكل أو بآخر فلازم أفيه تروتكور يعني موضوع مش بالبساطة اللي احنا متخيلينها مش شوية أكاونت على الفيسبوك ولا على الإنسجرام لا 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 بصفحة اسمها كذا صورة مش عارف ايه صورة يلا صورة الكلام ده يعني والفيديوهات صريحة بتقول هنعمل وهنولع وهنحرق وتيجي تعمل ريبورت في فيديو ده إن ده فيولنس وعنف وكذا وبيحرد على كذا وهي قتل ناس يقولي والله أنا مش شايف في حاجة لما تيجي تلاقي فيديو تاني عربية بتدوس على قطة موتتها وتقولي ده ضد الحيوان وعنف يشيروا الفيديو ويعملوا بلوك للصفحة طب شمعنا دي اه وشمعنا دي لا إيه اللي ازدواجية في التعامل ده فالموضوع محتاج مقصود ممنهج أنا ما أدرش أتهم حد التهم مباشر إنه ممنهج بس أنا أنا شايف إن الموضوع غير منطقي وفيه ازدواجية في التعامل أما الكده يبقى إيه أنا مش بقى بطبق إيه ما هو طب يبقى ناس اللي تقول بقى الخطاب بتاع فخامة الرئيس في مجلس الأمن لما تكلم على الإرهاب وإحنا بنتكلم كتير قال الراجل بنتكلم كتير على الإرهاب وكلامه ما بنقولش بقى نكافح إزاي الكلام ده ونعمل إيه ما هو ده أما ده عين الإرهاب الحاجات بتتعمل يعني بيستعملوا حتى حاجات بالشفرات والكلام ده على مواقع التواصل هو قال إن الإرهاب مش قصر على الدول العربية بس مش قصر على إن واحد جاي بيضربك أو بيقتلك أو بيضربك بالنار لا الإرهاب أنواع كتير وطايل الدنيا كلها وكمان الإرهاب بالضبط أكافحه إزاي عشان كده هو دايما بيتكلم على التعليم وعلى التنمية وعلى التسقيف علشان تبقى عندك قاعدة أو تبقى أنت يعني قوي بما يكفي إن مش أي حد يقول لك أستفيه فيديو كذا فأنت تصدق وتعمل شيء ماذا إرهاب ده عند حضرتك دلوقتي هاجمة شرسة من الإشاعات أي حاجة بتعمل في الدولة ده بيجيبوا صور من بلاد تانية يا فندم مش كده مش معقولة وانا يعني بواضح أن هي من بلاد تانية اللي بيعترض اللي بيعترض سبب إعتراضه إيه أنا معرفش اللي بيعترض سبب إعتراضه إيه واللي زعله إيه ما نعرف يبقى تتأكد يبقى تتأكد من الحياة اللي طالع من دولة إسرائيل في المؤتمرات كل ما هو ليه علاقة بمجال أمن المعلومات هم طبعا متميزين في مجال أمن المعلومات بيتقال كده لودان كلير بشكل واضح وصريح من القيادات اللي في الدولة الإسرائيلية إحنا صحيح دولة إسرائيل دولة صغيرة بس إحنا دولة كبيرة بالمعلومات اللي إحنا بنعملها وفي مجال أمن المعلومات وإحنا عايزين نتحكم في الشعوب وفي الدول الفيديوهات دي موجودة على الإنترنت بحيث أن إحنا مش هننزل الجيش بتاعنا يحارب ويموت منه يتقال في الكلام ده أكتر من مرة آه وإحنا عمليين ندور بقى على حاجات تانية خلص على الفيس حرية ما كله هو ندور على فيديوهات تانية وعلى حاجات تانية وعلى حاجات ما تدينيش معلومة على قد ما هي متفرج على فيديو لقيه مثلا في حاجة في منتهى السخافة وعليه خمسة مليون مشاهدة يا جماعة طب وإحنا إزاي يعني حاجة في منتهى السخافة ما ده نوع من الهيافة ده فيه ناس هايفة أو التشهير إن والده متضايق وبيقول الولد رفض يروح المدرسة وإحنا كنا لسه من أسبوع أو أسبوعين بنتكلم على التنمر هو ده مش تنمر هو ده مش إن إحنا يعني إن إحنا بنقذي مشاعر الآخرين بهذا الشكل حتى لو يعني مش لازم يكون طفل صغير أي حد إن انت بتطلع بتتريق عليه تريق على شكله تريق على كلامه بتتريق على طريق يعني على أي حاجة ده برضو إزاء ما هو ده يا فاندم بيرجع برضو لدور كان حضرك تكلمنا فيه في أول الحلقة اللي هو التوعية حضرك لما تلاقي فيديو زي ده ما تعدهوش وخلاص فيه ناس بتعمل ليه تقول الفيديو ده ما عجبنيش وتسيبه وتمشي لأ حضرك اعملي عليه ريبورت وخشي في الريبورت اختاري من الريبورت ده إن ده بيؤدي إلى ضرر نفسي أو بيؤذي شخص أو بيخلي الشخص ممكن يضر نفسه أو يؤذي نفسه لديك إن الفيديو ده أو إن الفيديو ده ليه علاقة بحد أنا أعرفه حسب نوع الفيديو والمحتوى تقدر تعمل عليه ريبورت وده دور أنا بطلبه من كل مواطن مصري شريف أي صفحة أو حساب أو فيديو أو بوست أو صورة أي نوع من أنواع المحتويات اللي على الإنترنت حضرتك شفت حاجة عندك شك إنها مش سليمة أو أنت شاف إنها مؤذية أو ممكن تكون مضرة من أي نوع من الضرر اعمل عليه ريبورت ما تنعديش الموضوع كده وتسيبه وتقول لأ خلاص أنا مش هعمله شيرو ومش هعمله لايك لا اعمل ريبورت لازم حركتي بإيجابية وتتصرف صحيح وإحنا يعني سعداء بالقانون كمان جدا وسعداء إن القانون ده إن شاء الله يطبق في القريب العاجل بس إحنا محتاجين إن إحنا نبقى عارفين إيه هو القانون وأتمنى أن حضراتكم تكونوا موجودين معنا بعد كده لشن تشرحوا لنا مادة مادة لأن ده دورنا إن إحنا نوعي الناس بالحق والواجب يعني وإن حد لو تعرض لأي حاجة يعني واضح أستاذ محمود إن القانون شمل كل أنواع الجرائم الأغلب آه يعني لا ده فيه ضف كمان حاجات جديدة ما كانش موجودة قبل كده طيب يعني أظن كده الدنيا بقت واضحة والقانون اللي عايز يعرف القانون علشان يطبق هيعرف على فكرة يعني منشور كله مثلا على اليوم السابع مثلا يعني اللي بيتصفح ولا حاجة لو ضيع من وقته عشر دهائق عشان تعرف حقك وتعرف إزاي تحملها لفنم تختراق الوفاية نفسه بقى جريمة يا أخب على القانون يعني لو حد دخل على واي فاي حضرتك في البيت قدر تحبسيه سمعين شونتو مفاهمين موضوعبة أكبر من الناس ما متخيلة ولكن مالوش علاقة بتكميم أفواع ولا الكلام ده خالص ولا بيرائب ولا بيجمع معلومات عن حد ولا بيخش يشوف المحادثات اللي حريك بتعمل ده ما يملوش علاقة مفيش حاجة بتعمل كده أصلا مفيش حاجة يملك يعمل الكلام ده احنا ميت مليون عايزين ميت مليون كمان عشان يرقبوا الميت مليون كفاية لمن يقول هذا الكلام الرئيس بوش الإبن لما طلع القانون اللي هو المرقبة التلفونات والبريد والكلام ده كله وعملوا بالتمرير حاجة حد فتح بقه في أمريكا ده ليه لصالح الأمن القول الأمريكي مالحنا بقى وإيه أنا يعني من سوريا يعني من أعرى الوفة يعني لأ بلدنا ولازم نحافظ عليها لكن قلة الأدف بقى يقولك مش عارف تكميم أفواه لا يا سيدي ما احنا سيبنا الأفواه تمام كنتوا تضيعوا البلد تمام يعني طبعا أنا هبشكوركم شكرا جزيلا وبتمنى إن شاء الله يعني إن إحنا نكون إيجابيين بما يكفي إن إحنا نحافظ على نفسنا ونحافظ على شخصيتنا وهويتنا ونحافظ على بلدنا على قد ما نقدر فيه قوانين بتحكم ده والموضوع مش بالخناء الموضوع بالقانون والقانون هيطبق على الجميع سواء اللي عمل كده ده عمل كده مع شخص مع شركة مع مؤسسة مع صحيفة مع أي حد إن شاء الله أكيد القانون هيطبق وكل واحد هياخد حقه بشكر حضراتكم شكرا جزيلا أستاذ محمود عطية المحامي بالنقد ورئيسي أتلاف مصر فوق الجميع شكرا يا فاند بشكر أيضا مهانس وليد حجاج الخبير والباحث في أمن المعلومات شكرا مش مهانس وليد انتظرونا بعد هذا الفاصل مشاهدينا وفقرتنا الأخيرة ونهاية الإسبوك شكرا